السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلى وسلم وبركة عنا سيدنا محمد وعليل واصحاب الغر المايمين ازايكم يا هسنة التداء يا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهر ده ان شاء الله هناخد الواحدة التانية ان شاء الله هنخلصها كلها في فيديو واحد فركزوا معي ويا صح صح وكده عشان تعرف نطق الكلامات الصحيح وكمان الجرامر اللي عندنا فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول عندنا يونت تو يونت تو الواحدة التانية اسمها ايه? what's the mother? what's the mother? تمام? ممكن نقلب الدبل تي دي. لا دي. فنقول what's the mother? what's the mother? تمام? يعني ما الامر لما لاقي حد مدايق حد زعلان حد دعبان فبقولوا كلمة مالك. مالك دي يعني ايه? what's the mother? what's the mother? تمام? طيب تعالوا بنشوف اول درس معنا. والكلمات بتاعتنا نقرأها. اول حاجة كده للسنوان الدرس الاول. آآ هيتكلم على ازاي نكون صحيين. تمام? او عن الصحة والالنس اللي هو العية او المرض. تمام? طيب فتعالوا كده نشوف اول كلمات معنا. اول حاجة كده عندنا كلمة صداع. صداع يعني ايه? هيدك. 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 لما لاقي حد امسك راسه كده من فوق. يبقى كده عنده صداع. فاسمها ايه? هيدك. 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 عندنا رأس هيد. وكلمة الاك دي يعني الم. تمام? والك هنا سي ايتش. يبقى السي ايتش. انا متعود انها اتش. لأ المرة دي هاخدها ك. خلاص? فاسمها هيدك. 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 طيب. مريد يعني سك. 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 هي هي بتسوي كلمة ال. يبقى مريد يعني ال ال. طب سك الاتنين صح. وبرضو الك هنا جات من حرف سي مع الك. يبقى مريد سك. ال. سك. ال. الحم اسمها ففر. 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 تمام? سهلة جدا. اف اي في اي وفي الاخر ار. بعد كده عندنا كلمة دواء. دواء يعني مادسين 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 السمها ادي ماد وبعدين اس ن. خلاص يبقى ام اي دي وبعدين اي سي اي. وفي الاخر اي اي تبقى مادسين مادسين مادسين. الكحة او السعال اسمها كوف. 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 زي حرف الكوف بالعربي. تمام? مفتكيرها كده. تمام? الجي ايتش بقى هنا هتديني صوت الف. خلاص يبقى هنا هنقول كوف. كوف. طيب البرد او اه الرشح اللي هي نازلة البرد يعني اسمها كولد. 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 تمام? طيب. في بقى اكسترا اه كلمات اضافية. عندنا كلمة معده. المعدة اسمها وبردو هنا هتدينا صوت الكه. تمام? طيب يبقى عندنا معده يعني يبتسم اللي هو يعني حد بيضحك اسمها الطبيب اسمه داكتر داكتر داكتر. ركز لبقى في كلمة صابون عشان عندنا كلمة تانية برضو كل بيتلغبط فيها في النوت. عندنا كلمة صابون اسمها صوب. 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 طيب وما الكلمة التانية اللي هي ايه ميس اهي. اسمها سوب. اللي هي الشربة. تمام? يبقى الصابون اسمه صوب. صوب. اما الشربة اسمها سوب. سوب. تمام? بعد كده عندنا المنديل. المنديل اسمه تشو. 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 ممكن تسمعها تشو. ما فيش مشكلة. بس هو النوت صحيح لا اسمها تشو. تشو. تمام? يلمس يعني توتش. 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 طبعا اللي تشي هنا جات من الاسيو. زي كلمة شور اللي احنا اخذناها في الوحدة الاولى يعني متأكد. تمام? او سكر يعني شجر. خلاص. عندنا يلمس توتش. هنا اديتنا صوت التش. تمام? طيب. الدوش يعني شاور. 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 وجه فيس. فيس. تمام? طيب عندنا بقى تصريفات الافعال برضو دي احفظوها عشان اه الدنيا تبقى سهل عليكم في السنة ربعة ان شاء الله. عندنا يغطي. الماضي منها دي افعال ممتزمة. يحاول. الماضي منها بعد كده لفعال غير منتزمة عندنا كلمة يشعر. الماضي منها تمام? ده الماضي. ده الناحية دي الماضي. تمام لك الناحية دي ودي مضارع. طيب يشرب. يذهب. تمام? طيب بعد كده التعبيرات والحروف الجر دي ما تحفظوهاش. عندنا بس اللي هتبقى معاني الحفظ هي الجملة اللي هي ما الامر اسمها what's the mother? what's the mother? what's the mother? هل انت بخير are you okay? are you okay? يأخذ دوش او حمام take a shower. take a shower. يذهب للسباحة go swimming. go swimming. متأكد اهي او التأكيد اسمها sure. sure. لا اشعر انني بخير I don't feel well. I don't feel well. واحنا feel واخدينها الوحدة الاولى. لما قلنا how do you feel? قلنا I feel sad I feel happy excited اي حاجة. فهنا كتيب لي well. برضو well من الشعور. بس هنا معناها بخير. لما قلنا I don't feel well يعني انا مش حاسس ان انا كعيس. يحاول اني يعني try to try to. يلعب مع play with. play with. خلاص? طيب. تعالوا بقى نشوف المحادسة بتاعتنا ونقراها. ونترجم ها مع بعض. number one. dad are you okay? هم طبعا شايفين باباهم ايه? قاعد تعبان وماسك راسه. فبيسألوه. قالت له ايه? dad are you okay? يا بابا هل انت بخير? فقال لها ايه? no I feel sick. يعني لا انا حاسس ايه? ان انا تعبان. I feel sick. يعني انا اشعر بالمرض. تمام? فرد بقى عليه الوات ده وسأله وقال له ايه? what's the mother? what's the mother? يعني ما القمر? باباهم رد عليهم وقال لهم I have a headache. I have a headache. I have a headache. يعني انا لدي صداع. انا عندي صداع. فالبنوتة قلت له ايه? can I get you anything? can I get you anything? هل اقدر اجيب لك اي حاجة? فقال له ايه? yes please. yes please. a glass of water and my medicine. a glass of water and my medicine. sure. فبتقول له اه طيب اجيب لك اي حاجة? فقال لها ايوه هاتي له كباية مية والدوى بتاعي. فالولد قال له بالتأكيد. تمام? بس كده دي نقاردها مرتين ثلاثة. وانتو قروها كمان. هنا بقى بيقول ايه سؤال? how does that feel? كيف يشعر الاب? طبعا هنقول هنا ان هو sick. تمام? بس سهلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نحل على الكلام اللي احنا قرينوه ده والجمل الجديدة على هنا دي. بيقول اول حاجة ايه? what's the mother time kind? I feel sick. انا اشعر بالمرض يبقى هنقول له ما لك? او ما الامر? ما الخطب? يبقى what's the mother? I have a book headache pen. I want some medicine. انا عايز بعدي الدواء. يبقى انا ايه? انا عندي ايه? يبقى headache صداع. I want a cold glass medicine of water. او قباية ما يبقى glass. تمام? can I get feel play you anything? a glass of water please. قلت له ممكن احضر لك اي حاجة فكلمة يحضر يعني get. I don't say take feel well. I don't feel well. يعني انا مش حاسس ان انا بخير. تعالوا بقى هنا نشوف الجرامر بتاعنا اللي لازم تحفظوه وتعرف وتعملو عليه الجمل. تمام? اول حاجة لازم تحفظها دي معانا حفظ عشان اسأل عن حد عن حاله فبقول له او ماله يعني عن صحته فبقول له what's the mother? what's the matter? what's the matter? هو بقى المفروض ان انا هرد عليه اقول له I have a واجيب اي مرض من الامراض اللي احنا اخدناها. الكلدة او الكاف او الهدك او الفيفر. تمام? فيقول I have a headache I feel sick. انا عندي صدع انا اشعر ايه بالتعب. تمام? يبقى لازم تحفظها. انت بقى ايه وانت قاعة تقول what's the matter? وبعدين تقول I have a cold. what's the matter? I have a fever. what's the matter? I have a آآ ايه كمان كاف مسلا. فاكتب الجمل السؤال وجاوب عليه انت بكزا طريقة. تمام? يبقى ديها هي الجرامر بتاعنا في الواحدة الاولى خلي بالك. لما اجي اسأل عن someone's health بس اقل عن صاحة حد. فبقول what's the matter? تمام? طيب بعد كده لو هاعرض مساعدة على حد. لو الشخص ده حاسن ان هو تعبان فبقول له طب اعمل لك اي حاجة اجيب لك اي حاجة معناها ايه بالانجليش? can I get you anything? can I get you anything? فلو انا عايز هقول لها yes please? او لو انا مش عايز هقول no thank you. او yes please? واقول اللي انا عايزه. تمام? انا عايز بقى كوبة مية عايز الدواء مش عارف عايز ايه فهتقول اللي انت عايزه. تمام? طيب تعالوا بقى نشوت هنا بيقول ايه? when I am هنبعد بقى الكاميرا عشان نشوفوا السطر وكله? بتقول لما بكون مريض ومديني بقى لما تكون تعبان. المفروض تعمل ايه? وما تعملش ايه? فاول حاجة عندي برد. لما الواحد يكون عنده برد يعمل ايه? الصح ان احنا نعمل هتغطي اه منخيرك وبقى بمنديل. زي ما هي مسكة كده. طب ما عملش ايه? play football. ما ينفعش امع بكروس كدم وانا تعبان. تمام? طيب number two. I have a cuff. انا عندي كحة. قال له drink water with lemon. تشرب مية بلمون. طب ما ينفعش اعمل ايه? go swimming. ما ينفعش اعمل سباحة وانا تعبان اروح سباحة. طيب رقم تلاتة. I have a headache. انا عمدي صدع. يبقى try to sleep. احاول انا انام. لكن listen to some load music. ما ينفعش اسمع موسيقى ايه عالية وانا اتبغى مصدعها. هتعب اكتر. طيب I feel sick. انا اشعر بالمرض. يبقى نروح فين? go to the doctor. نروح للدكتور. لكن ما ينفعش اعمل ايه? play with tennis. ما ينفعش انا لدي حما. يبقى نعمل ايه? take a cold shower. اخد دش بارد يعني موسيقى. لكن ما ينفعش دي ك hot shower. ما ينفعش اخد دش بمية سخنة. ليه? الواحد لما بيكون لقدر الله عنده حمى. جسمه بيكون سخنة. هي الحمى دي ارتفاع في درجة الحرارة. فعشان ينزل الحرارة دي لازم يستحمل مية ساقة عشان تاخد الحرارة كلها وتنزل. لكن انا استحمل بمية سخنة وانا سخنة ما ينفعش. تمام? بس كده. تعالوا بقى نشوف الصفحة اللي وراهم. بيقول ايه? important rules to keep healthy. حاجات مهمة عشان افضل صحي. اول حاجة. don't touch your face. لما كنت عبان ملمس وشي. تمام? يعني لما يكون عندي اه كحة او يكون عندي افلوانزة. ما ينفعش اعود المس في وشي. تمام? number two stay at home if you have a feather. لازم تفضل في البيت لو الواحدة عندهم. طيب رقم ثلاثة. eat healthy food. لازم اكل طعام صحي. رقم اربعة. exercise. لان الحاجات دي مش هتخلينا تعبان. طيب رقم خمسة. wash your hands with soap. اخسر ايدي بالصابون. رقم خمسة smile and be happy. اضحك وخليك ايه? سعيد. رقم خمسة رقم سبعة. cover your mouth and nose with a tissue if you have a cold. اخبي بقى اه او اخطي اه مناخير وبقي بمنديل لو انا عندي برد. تمام? عشان ما اعطست كده واعتص بوش اللي قدامي هو برضو يبقى عنده برد لا. لازم نحط ايه منديل على اه مناخير نوبو انا. تمام? طيب تعالوا بقى نشوف الصفحة اللي جنبها. هنا بيقول. give instructions. انا بقى عايز ادي تعليمات. تركزوا معي. دي حاجة اسمها imperative. صيغة الامر. تمام? زمن زي المدارع وزي الماضي. ده الامر. الامر ده باختصار بنبدأ الجملة بحاجتين. يما فعل في المصدر يما ضونت زائد برضو المصدر. تمام? بابدأ بمصدر يما ضونت والمصدر. المصدر يعني ايه? الفعل بدون اي اضافات. يعني الاضافات. الاضافات دي ممكن تكون ايه? الاس او الاس او الاي اي 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 او اي اي او ال اي او اي اي او في التصريف الماضي. تمام? كل الحاجات دي ماينفعش مع المصدر. ناخد مثال لما اقول لك اخسر ايديك. انا هنا بدك ايه? تعليمات. بدك فعل امر. فقلت مينفعش بقى اقول ازا اخد فيها غلط ولا حط غلط ولا خلالها في الماضي ايدي غلط تمام? يبقى بنختار الفعل في المصدر من غير اي اضافات. طيب انا عايز اقول له اوعى تعمل الحاجة دي. هقول له والمصدر زي اوعى تلمس وشك. تمام? طيب يبقى اهلك كده المصدر صيغة الامر. يا اما مصدر يا اما فعل في المصدر. يا اما مصدر يا اما دونت والمصدر. خلاص? طب تعالوا نشوف كده هنعرف نحل ولا لا. هنا بيقول ايت ولا ايت انا طبعا ببدأ على طول الجملة بفعل في المصدر يبقى اخطر ايت. ما ينفعش بقى اخطر اللي فيها اي ان جي. غلط. طب لا طبعا لان انا برضو بديله تعليماتي. يبقى لازم استخدم الفعل الامر. ولا لا 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 هنقول لا. تمام? يبقى احنا بنبدأ بمصدر. يا اما دونت والمصدر وما فيش بقى لا اي ولا هي ولا شي ولا الكلام ده كله لا. بنبدأ اما بمصدر اما دونت والمصدر في الفعل الامر. بس كده. طيب عندنا بقى الصفحة دي. هنا طبعا عندك الكلمات اللي احنا اخدناها الجديدة دي هتنزل بها وتكتبها بخط جميل. تعالوا بقى الروح للاكتباتيز على الوحدة الاولى. هنحلها برضو مع بعض. اول حاجة عندي وفيل وماتر. بيقول what's that? يا ميسة خلص بقى احنا حفزناها what's that? طيب I'm not sick. I'm medicine sick? ولا I feel sick? لا يا ميسة I feel. يبقى مدسة مش هناخدها. تعالوا بقى نروح للتوصيل. هنا بيقول are you are you okay? هل انت بخير? والارض لما تيجي في البنكتويشن بنحط في الاخر علامة الاستفهام. فاخد اللي فيها علامة استفهام. طيب take a cold shower. اخد حمام بارد. امتى? لما الواحد يكون عنده fever. لا قدر الله. when I feel sick I? لما بكون تعبات. I go to the doctor? ولا yes please? لا. I go to the doctor. تمام? تعالوا نكمل هنا. اهي. عشان الصورة كانت مهبشها. عندنا دي تلاتة ما فيش واحد اتنين. نيجي بعد كده الاكمل. Can I get you some? ايه ده? هدك ولا ميديسن ولا هابي? لا يا مس دي. ميديسن يبقى. ميديسن نومبر ون. I have a هدك ولا هابي? ده مسك راسه يبقى هدك. طيب تعالوا هنا بقى نعمل الترتيب. I. وبعد كده. have. وبعدين اي? يعني انا عندي بعد كده اهو. لازم اجيب مصدر يبقى don touch. لا تلمس. your face. لا تلمس واجهك. خلاص. طيب نشوف. استخل وراها. عايزنا رتب الحروف بتاع الكلمة. هنا طبعا كوحة يعني كوف. بعد كده بردي يعني. كولد. حما يعني. مريض يعني. سك. تمام? طيب. تعالوا له تشوز. I drink water with. انا بشرب مية بايه? ice ولا lemon ولا sugar. when I have a cough. لما يكون عندي برد. لا. بشرب مية فيها. lemon. lemon. I go to the when I feel sick. لما بكون مريض يبقى. روح طبعا لل الدكتور. الدكتور. I wash my hands with. انا بخسر ايدي بسوب. السبون. I take some when my stomach hurts. لما معدتي بتتعدني. انا هاخد ايه? يبقى medicine. دواء. I take a shower. when I have a fever. fever. لما لايك كلمة fever. يبقى هناخد cold shower. shower. ثائع. تمام? don't listen to load the music. when you have a. ما ينفعش نسمع الموسيقى العالية لما يكون عندي ايه? يبقى headache. تمام? طيب. هنا بقى قال لك هتعمل جملة على آآ بتاع ده الدواء وهنا على الصداع. طيب بتاع الدواء ممكن نكتب عليها ايه? ممكن نقول مسلا آآ can I get you some medicine? ممكن عندك بعض الدواء وممكن نقول آآ آآ I take medicine. انا باخذ الدواء لما بكون مريض. بعد كده لمسك راسه ده هنقول آآ آآ هدك. طيب عايز اقول هو عنده صداع. اقول هزاي? هقول هز مش هاف بقى. هي وشي ويت واي اسم مفرد ياخد الهاز. اي وي وي وزي ياخدو هاف. الكلام ده اخد نفس انا تانية. هنقول هز ام هدك. خلاص انا كتبت الاتنين. عشان انا عارفة في طلاب يقولوا ايه ده? ما انا هنا? انا مش انا ده هو. يبقى هنقول هز. بعد كده. آآ عندنا بسمة. هنعمل البي بتاع بسمة. وفي الاخر هنحط نقطة. بس كده. تعالوا بروح للدرس التاني. سهلا اوي اوي اوي. هو هنا بيتكلم على ايه? part of the body. parts of the body. parts of the body. parts of the body. خلي بالك من كلمة بادي اوعد انطقها تقولها بادي. لا. الاولى لما تكون لما بين حرفين آآ ساكنين بنفتحها. تمام? نفتح في النقطة فبنقول parts of the body. يبقى الجسم بادي. يبقى اجزاء الجسم. تعالوا نروح من عند العين ونمشي كده. عين اي. طبعا كل الكلمات دي معك حفظ. عين اي. عين اي. فم موث. فم موث. انف نوز. انف نوز. معده صطمك. معده صطمك. قلب هارت. قلب هارت. الجلد او البشرة سكن. 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 العظمة اسمها بون. 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 القدم الواحدة اسمها فط. فط. الاقدام اللي اتنين. فيت. فيت. خلي بالكم من الجامعة. رجل. لج. لج او صاك. الرجل اللي كلها اسمها لج. لج. طيب اليد. هاند. 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 زراع. ارم. 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 خلاص كده. سهلين. واخدنهم من قبل كده. وفاتوا فيت. اخدناهم الواحدة الاولى. وشرحناهم بالتفصيل. طيب. تعالوا بقى نشوف شوية كلمات تاني. زي عدى شوية. عندنا كلمة الدم اسمه بلد. اسمه ايه? بلد. 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 اوعى تقولها بلود. غلط اسمها بلد. يتحرك موف موف موف. طعم. فود. فود فود. جسم بادي بادي بادي. طيب عندنا تلات افعال مهمين جدا جدا لازم تحفظون. عندنا كلمة يحمي. الماضي منها بحط له ايدي. يهضم. الماضي منها طيب يضخ. الماضي منها تمام? بس كده. الافعال دي هناخدها دلوقتي على حاجة مهمة جدا جدا. بس تخلي بالك معي. هنا بقى في بوب كويز. رسمناك الرسمة الجميلة دي. وبيقول لك بقى مش هوري على العين والبق مش هفر الجل والصوك وايه? وانت بقى هتكتب. تمام سهلة جدا فهسبها لكم في الواجد. تعالوا نشوف هنا بيقول ايه? الجزئية اللي مهمة جدا 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 عشان بتيجي في الاختيارات. فبيقول لك ان بقى هنتكلمه على اجزاء الجسم. كل حاجة بتعمل ايه? يعني عندنا القلب بيعمل ايه? والجلد والعزمة والمعدة. هنعرف دلوقتي. هنبدأ نقول ايه? this is my. واخد الجزء بتاع الجسم. هقول it. وبعدين نحطي ايما اس. ايما اس للفعل ان انا دي حاجة في المضارع. فهنا بيقول this is my heart. ده قلبي. it bumps blood to my body. يبقى القلب ومهمته انه هو بامبس بلود. يبقى القلب بيدخ الدم في جسمي. تمام? طيب number two. this is my skin. ده جلدي. it protects my body. يبقى بيحمي جسمي. يبقى ده يضخ الدم. ده بيحمي جسمي. طيب this is my bone. طب العزوم بتعدني في ايه? it helps me move. بتسعدني اتحرق. خلاص? this is my stomach. دي معدتي. it digest food. نطه دم الطعام. خلاص? يبقى لازم 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 هالجزء دي اكتب عندها مهم. ليه? لان بتكفاء الاختيارات كتير. طه دم بالضاد مش بالطعم. تمام? طه دم الطعم. يبقى عندنا هنا القلب يبقى يبقى اول ما قولك هارت تقولي it pumps blood. طب اقولي skin تقولي protect my body. تمام? اقولك البون. it helps me move. stomach digest food. تمام? العيالة اللي معايا في الدرس ما شاء الله. حافزينهم صم. اول ما قولهم هارت يقولي pump blood. skin protect my body. bone helps me move. stomach digest food. ضعي. justice food. تمام? لازم تحفظوهم. انا مش عاجب انك كلمة تهدم دي. احب شغلة في اللغة العربية ابدا. تهدم اهي. خلاص بس. يبقى دول مهمين. يبقى لازم تعرف كل واحد بيعمل ايه? عشان هنحل عليها دلوقتي. فهنا بيقولك ايه? this is my heart. it pumps blood to my body. خلاص احنا شرحناها. هنا بقى لما يجي اسألني عن الكلام ده هيقولي ايه? هيقولي what does my? ونحوش العضو ده نحط اي حاجة من الاربع اللي احنا قلناهم دول. ونقول what does my heart do? قلبي بيعمل ايه? احنا بيقولك بيقولك افتكر معايا كده الجامعة اللي احنا اخذناها عندنا جامعة منتزم و جامعة غير منتزم. الجامعة المنتزم بنحط في الاخر. انت عليكم الاس بس. يعني هنا عندي عين واحدة. هنا بقى الجامعة الغير منتزم تتحول تبقى زي سنة وتتحول خلاص? طيب الكلام ده احنا اخدناه في الوحدة الاولى. تعالوا بقى نختار هنا. بيقول لي لا يا ميس اذا البومب ده بتاع القلب بيبقى احنا نقول بتاع الجلد. ايه اللي قلبك بيعملو كلمة ماذا? ايه دي يعني طيب بعد كده طبعا اخدناها. انها مفرد. القلب والبامس? لا هنقول بامس ليه? لان القلب هنا مفرد. والحاجة المفرد في زمن المضارع لازم ناخد لها حرف الاس. تمام? طيب. تعالوا بقى نشوف هنا على الدرس ده. طبعا عندك هنا الكلمات اللي هي دي كلها هتكتبها وتنزل بيها وتكتبها خط جميل. نشوف بقى هنا. اول حاجة طبعا هنكمل الحرف الناقص. عندي كلمة هارت. اي اي اي. او اي ان او اي. ستامك تي اي. وسكن كن. خلاص. طيب بعد كده بيقول هنا اي? اي هاف تو. انا عندي اتنين ايه هاد ولا فيت ولا نوز لا يمس فيت. my stomach heart skin digestive food بتهدم الطعم. اللي بتهدم الطعم يبقى stomach. my heart all my skin protects my body. بيحمي جسمي يبقى ال skin الجلب. بعد كده my heart bumps helps digestive blood to my body. لا القلب يبقى bumps. bones helps us move. خلاص تبون فيها او تاخد موف اللي فيها او زيها. طيب يبقى هنقول وقت. تعالوا بقى هنا نرتب الكلمات دي. انفي يعني زراع يعني عين يعني اي واي اي. بعدين قدم يعني فط. اف او او تي. تعال بقى نشوف هنا نعمل جمل. ممكن اكتب ايه? this is my heart. او ممكن اكتب it bumps blood. تمام? هنا بقى هنقول my skin protects my body. تمام? بس كده. تعالوا بقى الامتحان. عندنا اه مشاور بقى على رجله يبقى هنقول لج. طيب this is my مشاور على قلبه يبقى heart. طيب هنا بقى بيقول my skin. احنا قلنا ال skin هناخد على طول. طيب my bone يبقى move. اهي helps me move. what does يبقى سؤال اخروا على متاستفام. يبقى هنقول my heart do. هنا بقى بيقول لي what? يبقى لازم نفعل مساعد. what does? وبعدين my skin do. this is my bone. بعد كده my heart bumps blood. واخر حاجة بنكتويتشن هنعمل وفي الاخر هنحطه نقطة. تمام? طيب. الدرس التالت بتكلم على اللي هي الدواء والامان. فعندين حاجات لازم تحبط الكلمة دي يعني امن يعني خطير. يبقى الحاجات الامنة والحاجات الخطيرة. الحاجات الامنة ان لازم الدواء لازم يكون على رف عالي. طيب يبقى كمان درينك ميدسين لازم نشغل بالدواء من حد بالغ مينفعش اخد اي دواء كده وخلاص. طبعا كل الكلمات اللي بالاسود اللي معكم دي حبز. وكلمة حبز. تمام? طيب ايه بقى الحاجات اللي مينفعش اعملها ابدا ابدا ان انا احط الدواء في رف اه اسفل او صفلي. فبيقول ايه? ميدسين از ان لو كابرد. ميدسين از ان لو كابرد. يعني الدواء يكون في الدولاب من تحت. مشا ينفع كله بقى هممكن يلعب فيه وياخده غلط. طيب بعد كده ميدسين از ان اباج. الدواء برضو مينفعش يكون في شنطة. لان برضو اكيد ممكن طفل يلعب فيه. درينك ميدسين يعني نشرب الدواء من غير محد بلغ يدهولي. يبقى غلط. تمام? فهمنا كده? بس. يبقى الكلمة بس اللي بالاسود هي اللي هتحفظوها وتعرفوا ايه السيف وايه الدينجرز. بعد كده عندنا قطعة هنقراها ركزوا معنا جايبوا الصورة الجميلة دي. دكتور والنيرس والمريد. فبيقول ايه? هو ده فرحان هنا واتعبان. تعال ان جبانا بيقول ايه? لما بنكون اه تعبانين. بالروح المستشفى. برضو الكلمات اللي بيسود معاك دي حفظ. واي كلمة جديدة معاك هنا حفظ. طيب. the doctors and nurses help us. دكتورة والمرضين بيسعدونا. they are very kind. هم طيبين. doctors and nurses check our health. بيفحصوا صحتنا. they give us medicine. وبيدونا الدواء. they are very important to us. وهم مهمين جدا بالنسبة لنا. تمام? بس ادي الدرس التالت. سهل اوي اوي اوي. تعالوا بقى نحل عليكم. هنا بيقول ايه? when we are ill we go to the hospital. doctors and nurses not our health. بيعملوا ايه صحتنا? يبقى check. يعني يفحص. طيب بعد كده بيقول we shouldn't drink medicine without end. ما ينفعش نشعب الدواء من غير حد ايه? يبقى adult. بس كده. تعالوا بقى للتوصيل. بيقول don't put medicine in. ما ينفعش نحط الدواء فين? يبقى low cupboard. ما ينفعش نحطه في دولاب. سوف ليه. nurses give us. الممرضين بيدون ايه? يبقى اكيد medicine. دواء. doctors are very الدكاترة دول ايه? very important. مهمين جدا تقص لنا. هنا بقى الصورة دي. هنبدأ نكتب ايه? don't drink medicine without and adult. بعد كده هنا ممكن نقول ايه? ممكن نقول اه جمع كدير او ممكن نقول لما كنت عمين بروح المستشفى او الدكاترة الممرضين بيهتموا بصحتنا او هم very kind عادي اي حاجة. هنا هكتب doctors and nurses check or health. تمام? بس كده اهو. بعد كده بقى هنشوف الحرف المقص عندي nurse u وهنا s medicine e c adult d t covered u b d خلاص عادي نشوف الصفحة اللي وراها. هنا بقى بيقول اي جوتو دا وين ايام او. بنروح فين? هو كتب لك عليه ايه? المستشفى. medicine is in a high لازم يكون الدواء في رف عالي يبقى هاي شوف. خلاص? تعالوا نعمل الترتيب. doctors and ده كتب لو الايه? give us medicine. بعد كده put medicine medicine on high shelf. يعني نحط الدواء في رف عالي. nurses are very kind. بعد كده كوبية هتكتب بخط جميل. الاخر حاجة we go to the hospital هتبقى ال وفي الاخر هنحطه تمام? بس. تعالوا بقى الاخر درس معنا وهو الاسم four وهو بتكلم هنا على الاسوات والفونيكس. حاجة سهلة جدا جدا جدا. جايب لحرفين وكل حرفين منهم بيدوا صوت مختلف عن التاني. فعندنا مسلا اول حاجة صوت او حرف السي مع الكي وحرف الاس مع الكي. يا مسي ما السي زي الاس وننتقهم صح? لأ. عندك السي مع الكي ننتقها ك ك ك. اما الاس مع الكي بننتقها ك ك ك. تمام? طب تعالوا نشوف هنا ده عندنا اللي بننتقها ك بنقول ك ك ك ك يا صوت الكرة طبعا الكلمات دي معنا حفز سنة تالتة ك ك ك. ساعة حقت كلاك 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 دك دك دك. فسي ك هنا قديتنا صوت الكي. فبتعالوا نشوف الاس مع الكي. هنا الجوب اسمها سكيرت. يبقى قلت سك. تمام? يبقى سكيرت. سكيرت. الجلد اسمه سكين. 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 طيب يا ننتنحاب سكيب 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 سكيب. سماء سكاي سكاي سكاي. تمام? بس ادي الكلمات اللي معنا النهاردة لازم تكونوا عارف سي مع الكيب. في كلمات لما قولك ك تكتب لي سي ك زي الكلمات اللي احنا اخدناها. اما لما قول سكيب يبقى تكتبها سكيرت سكاي سكيب سكين. تمام? طيب تعالوا نحل البوبكوز ده. هنا عندنا الجوب اسمها سكيرت. يبقى ااخد دايرة عليها واكتبها تاني تحت. طيب يبقى سي. بعد كده ينقطت الحاب يبقى تمام? طيب تعالوا نشوف الصفحة اللي وراها. عارفين طبعا ان احنا في كل واحدة بيكون عندنا بيعلمني حاجات جديدة. في النهاردة بيعلمك على علامة الاستفهام. بحطها امتى? قالك لما يكون في سؤال. هعرف من هو سؤال. يا اما يبدأ ب تمام? يا اما نبدأ بكلمة يا اما كلمة كل الكلمات دي اللي عليك مؤقتا يعني ناخد في الاخر علامة استفهام. زي يبقى لازم ما هو اسمك? طب يبقى برضو هنحط هنا علامة استفهام. يبقى حفز دون مؤقتا عشان كل مرة هنزود عليهم حاجة. اي حاجة فيها وهو وار ودو ودس. تعالوا هنشوف هنا بيقول ايه? هنشوف هنختار فلوسطوب ولا اكسيكوميشو مارك ولا كوستش مارك? بيقول هزي هزي سطمت هرت? الله ده 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 المستقالة لازم يكون في سؤال يبقى كوستشن مارك. اللي قطت صغنانة دي جملة عادية خالص يبقى فلوسطوب. هو ام اي? مين انا? يبقى كوستشن مارك. البنات بيقول تلحبلة في الحديقة دي عادي جملة عادية جدا تمام? what is the matter? يبقى سؤال. طيب I feel tired. احنا قلنا الحاجات اللي فيها feelings. الشعور بيكون اكسيكوميشن مارك. تمام? هنبقى هتحطيها نقطة يعني ما تستفهم. how are you? ده سؤال. طيب the dog is black. نقطة. I feel happy. نقطة. she speaks english. فلوسطوب. why are nurses important? سؤال عشان بدء بال wh. can I get you anything? طبعا سؤال واخدنا. I have two arms. انا عندي زراعين. طيب. she lives in Cairo. هي عيشة في القاهرة. نقطة. no I can't. يبقى فلوسطوب. does he feel sick? هل هو يشعر بالمرض? يبقى كوستشن مارك. تمام? بس كده سنة بتاع. عندنا بقى هنا الصفحة اللي جنبها. برضو كتابة على الكلمات الجديدة اللي فيها سكه وكه. لازم تكتبهم وتحفظهم. نحل بقى اخر حاجة معنا وهو امتحان على الدرس الرابع. عندنا هنا بلاك ك ك ك يبقى سي كي. طيب عندنا بعد كده آآ سك ك ك. اهي برضو سي كي. طيب سكب سكه 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 يبقى اس كي. سكاي يبقى اس كي. طب تعالوا بقى نوصل يا حلوين. فين الدك? اهي. يا اما نوصل كده يا اما نكتب هنا. اهو. طيب سكاي اهي. وبيكون في صورة احنا مش عايزينها. نيجي هنا بقى بيقول ايه? ايه هي دي يا مس? دي بطة. يبقى هنقول دك. طيب البنت بتعمل ايه? كيكس ولا سكيبس? لا سكيبس. يا نط الحبل او تنط الحبل. طيب طلع لي بقى الصوت المختلف من الجمل دي. سكب بلاك سك دك. الله دي يا سكي. ك ك ك. يبقى دي المختلفة. كيك سكاي سك دك ك ك ك. يبقى دي هي اللي غلط. طيب. سكاي سكيرت كيك سكي سكي سكي. يبقى دي هي اللي غلط. يبقى مطلعة دي. تمام? ده سكين. تعالوا بقى نشوف هنا عندنا الكلمات دي هردت بالحروف. عندنا سماء سكاي. بعد كده الجلد لسه اللي نقفى الدرس اللي فات سكين. وبعد كده يشوت الكرة. خلاص? طيب. هنا بقى الولد ده. زبوي كيك سيزا بول ولا سكيب سيزا بول. لا. طبعا كيك سي بيشوت الكرة. زبسكين ولا زبسكيرت از ذري بريتي. يبقى زبسكيرت. تعالوا بقى نكتب الكلمات دي. عندنا البط اسمها ضك. ينط الحمل سكيب. الجيب اسمها سكيرت. طيب. واسود. تمام? هنا بقى اه طبعا داز لازم اول حرف كابتال. وفي الاخر بقى هنحط لاني بدأ بايه? بضس. وفي الاخر هتكتب بخط جميل. تمام كده سنة تلتة. بعد كده بقى في جزء الحل ان شاء الله بازم الله هنزل لكم فيديو الحل على الوحدة التالتة. وعلى ما اظن احنا الوحدة الاولى برضو سايدين فيها متحام فان شاء الله ممكن نحل لهم مع بعض. كده الوحدة التانية خلصت. وما تزعلوش مني على التأخير في ناس كدير قوي كتبت لي على اليوتيوب هنا او على البيج بتاع الفيس. الناس كدير عايزة سنة تلتة فما عليش اسفى جدا على التأخير بس والله هو دي الوقت مش اكتر. مش يهمل ولا كده لا والله. بس عشان الوقت مش مش سعيفني زي ما بيقولوا. خلاص فان شاء الله كل مرة اه ممكن مرة في الاسبوع. هنزل لكم واحدة كاملة. يبقى احنا اخذنا الاولى والتانية. ان شاء الله بقى المرة الجاية هناخد الوحدة التالتة برضو بالكامل ممعها الحل. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عايزين اي حاجة اكتبوا لي على المنتدى او في الفيديوهات اعدادة زي ما انتم بتكتبوا لي ماشيين مظبوط عشان اليوتيوب يقفل كومنتات على فيديوهات ابتدائي كلها. ومش نافع معهم اي حاجة. فخلاص انتم اكتبوا على المنتدى زي ما انتم ماشيين او ادخلوا على الفيديوهات اعدادة. تمام? بس اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة